فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول من زور أوراقا لأجل أن يقدمها للعمل في إحدى الشركات فقبلته الشركة ووظفته بهذه الأوراق هل راتبه الذي يتقاضى حلال؟ لا علي أن يترك هذه الوظيفة ويتوب إلى الله ويطلب الرزق بغيرها نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة